بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن سماد بيعتبر من افضل الاسمدة او من افضل المركبات اللي ممكن تستخدمها حضرتك في مراحل بداية العقد والتزهير وزيادة حجم الثمار المركب ده هو تجماعة بسموه المونوبوتاسيوم فوسفيت او الAMKB المونوبوتاسيوم فوسفيت مش المونوأمونيوم فوسفيت لا المونوبوتاسيوم فوسفيت تمام المونوبوتاسيوم فوسفيت ده هو او الAMKB ده التركيب بتاعه النيتروجين فيه صفرة بيحتوى على نسبة عالية جدا من الفوسفور بتكون حوالي 52% في بوتاسيوم 34% وال34% تقريباً بيبقوا في صورة نطرات البوتاسيوم السمات ده من أفضل الأسمي ده ليه في المراحل دي بالزاد معروف إن إحنا عندنا من ضمن مراحل النبات على حسب نوعية النبات ولكن خلينا تقريباً في نباتات الصوب كلنا بنشتغل على قصة التسميد على ثلاث مراحل المرحلة الأولى كل واحد بيجتهد إنه هو يعمل مجموع جزر كويس ويعمل مجموع خضر كويس بحيث النبات لما يدخل على مرحلة التزهير تكون أموره كويسة ويكون فيه أم شديدة اللي هي النمو الخضر يعني تكون قدرة إن هي يبقى فيها تتحمل الأزهار والثمار الكبيرة أو كمية الثمار اللي هتكون على النبات دي المرحلة الأولى بعد كده بتبقى فيه مرحلة يبدأ النبات فيه التزهير بداية التزهير طبعاً تزهير وعقد ثم بعد العقد طبعاً كله بيبقى عايز يكون فيه عنده أحجام ثمار كبيرة سواء في طماطم أو سواء في بطيق سواء في خيار سواء في أي حاجة تمام؟ فميزة السمادة هو تجمعه إنه هو فيه نسبة عالية من الفصفور والنسبة العالية من الفصفور دي أولاً بتعمل لي مجموع جزري قوي وبتعمل لي كمية أزهار كويسة جداً وبتحفظ لي حتى على الأزهار تمام؟ بالإضافة لكده إنه هو ما فيهوش نتروجين وبالتالي مش هيزود معايا المجموع الخضري اللي قد يؤدي بالنسبة لعملية التزهير لظروف معاكسة بمعنى إنه أنا لو عندي مثلاً مجموع خضر كتير وبتديت أحط أزودت كتير أو إن أنا حاطت سماة دواجن كتير وبتديت أحط أزودت كتير وما درتش عملية النبات صح عملية التغذية في النبات صح وإصبح النبات هايك كده تمام؟ وإن نمو الخضر بتاعه كبير مش هيكون فيه تزهير كويس تمام؟ فميزة المركب ده هو طبعاً مركب مش ده هو بأي شركة هو مركب موجود عنده كل الشركات بتعمله في كل أنحاء العالم تمام؟ فالمركب ده هوت فيه فوسفور لما بحط فوسفور وبوتاسيوم ما عنديش نيتروجين إزم فهو ده هيشتغل على تلات حاجات أول حاجة هيشتغلك على الجزور تاني حاجة هيشتغلك على التزهير كمية العقد والتزهير وتالت حاجة هيشتغلك على حجم الثمار هيكون كويس لإنه فيه 34% سماد ناطرات بوتاسيوم تمام؟ فتاخد بالك من المركب ده كويس ما بيتحطش بكميات كبيرة ما بيتحطش برد منويزات المركب ده هوت إنه هو ما بيتحطش بكميات كبيرة يعني يكفي مثلاً فيه الأسبوع جرام جرام ونص للنبات يتأسموا على مرتين ما فيش عندك أي مشكلة خالص الأفضل برده فيه المركب ده هوت من ضمنه مميزاته إنه هو زي ما قلنا بيستخدم فيه مراحل النمو المختلف ولكن الأفضل عشان الاحتفاع سمنه إنه إحنا نستخدمه بداية من العقد والتزهير مروراً بالتطور الثمار والوصول للحجم الأمثل لأي ثمرة إن كانت خيار أو بطيخ أو طماطم أو خلافه طبعاً السمات زائب بنسبة مية كبيرة جداً أو بنسبة مية في المية في المية وبالتالي بيستخدم بالنسبة لأجهزة الرئي الحديثة بيستخدم كويس جداً وبيبقى ظروفه ممتازة جداً لأنه بيكون دايب يعني أو تاني حاجة إن السمات ده هوت يا جماعة في حموضة يعني السمات نفسه حامضي مش قلوي وبالتالي لما بنضيف السمات ده هوت هيعمل لي يخفض لي الحموضة التربة أو البي اتش بتاع التربة يعني وبالتالي أموري هتكون كويسة بالنسبة لحاجة زي العناصر الصغرى حررها لي وحتى أي عنصر في الأرض وأي احتياجات للنبات طالما اللي فيه تخفيض رقم البي اتش وإن كان حيكون حتى أولي المشكلة أو برضو من بلغش أكيد هيكون في صالح النبات طبعاً السمات ده كمان بيستخدمون يا جماعة على نطق واسع واسع جداً بالنسبة للزراعات المائية أو الزراعة المائية بيستخدمون بكميات كبيرة منها وبيدخل في العمل المحلي المغزية وطبعاً نسبة النقاة بتختلف من شركة لشركة وجودة التصنيع نفسها بتختلف من شركة لشركة من أفضل الأوقات زي ما بقول لحضراتكم إن أنا أحب أحطه في النص الثاني من المرحلة يعني بعد شهر من الزراعة أبدأ نحط المكي بي أو المونو بوتاسيام فوسفيد ده الوقت الأفضل اللي ممكن نحطه فيه طبعاً فيه ميزة كويسة جداً كمان بالنسبة للمركب ده هو إن المركب ده هوت نتيجة لنقاة بتاعته العالية واحتواءه على نسبة عالية من البوتاسيام والفوسفور ده ممكن بنستخدمه تسميد ورقي يا جماعة ممكن نستخدمه تسميد ورقي والتسميد الورقي ده هو هيبقى فيه مميزات كتيرة جداً نظراً لاحتواءه على النسبة العالية من الفوسفور والبوتاسيام إنه هو هيديني أحجام كويسة بالنسبة للصمار وهيديني يعني نبات يقاوم الإجهاد شوية يعني أنا لو عندي مثلاً نبات في الشتاء مثلاً ووراء الشتاء بالمركب ده هوت بيخشن الورقة وبالتالي يخليها يعني مع السقيع يعني تقدر تعافر كده مع السقيع وما يحصل لهاش يعني أو يحد من تأثير السقيع عليه تمام فممكن نسمده تسميد ورقي وممكن كمان الاستماد ده هو تجماعة إنه إحنا نحطه بمعدل من 2 ل 5 جرام على كل لتر مية دي في حالة إذا استخدمته رش ورقي لو ما فيش إمكانية يعني إنه إحنا نستخدمه أو ما فيش إمكانية إحنا نستخدمه في الجزور ممكن نستخدمه على الرش الورقي وبكده نبقى عرفنا قصة المونو بوتاسيوم فوسفيت أو الـ MKB اللي هو الزير و 52-34 أو بيسموه فوسفات أحادي البوتاسيوم سميه زي ما نتعت سميه المهم إنك تكون عارف استخداماته والمميزات بتاعته وأنا عن نفسي بوصي به كعملاق للتزهير وعملاق لزيادة حجم الثمار ولكن العملية بتعتمد في الأول وفي الآخر زي ما قلنا على الجودة في التصنيع وبتحتوي على النظافة أو النقاوة اللي استخدم بيها الكيميائي اللي صنع السم الدهوات شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة 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 شكرا